ترجمة نانسي قنقر لحلقة ما ليعيه مصدقه انه نحن هون حبيتي بودرو بتجنة اصلا انا بحب ايام كان بكون في معك معناها تعالى طول منيجيلي هون شو رأيك ممكن بس اكيد من روح على غير اماكن مو بس هون يعني عمر انا كتير مبسوطة هلأ ما هم بقدر استوعب كل هالشي تتعوذي يا روحي شوية وقت شوفي خايفة كتير انه على السعادة مع الدوق اذا خسرتك انا شو بعمل جوري انتي مرح تخسريني ابدا يا اهلا وسهلا اهلين فيك تعالي اوعك تقللي انه بدنا نغوص عمر مظبوط بدنا نغوص بس انا بحياتي ما عملت عمر جوري وسقفيني شبك خلاص تعالي اصلا ما رح نغمق كتير يلا اهلا وسهلا اهلا فيك شرفتيني مرحبا عمو دكتور عمر رح حضر العدة ماشي شكرا عمر انا كتير بخافة من البحر لكي جوري سمعيني مني الغوص تحت المي احلى شي ممكن اتجاربي بحياتي كرمعلك حجر بو شو بدنا بالنسوان لك ابني انا بقلك اتسلة معهم وبس اهلا يا اولاد لو شفتوني كيف كنت بشبابي بابا تعرف انا ماني حابب احكي معك باي سيري هلا لك انسمع هلا بدي اعرف ما بقي بالدنيا كله خير شوري روح احطر انساها لك ابني الدنيا مع اباقة المنافعة من نمرتها شو مندق فيها روح دور لك على جاذي صبيه حلوة ناس ماك معقول عم تأتل حالك كرمها فك روحق رخيصها عم تتأتل حالك بابا انت بحكي انت روحت راسك هلا انتي عندك خايف على أبوك تأسى خايف علي أكيد بدك تخاف علي لأنه ما عندي غيرك كيف جاء من قلبك تأتي الحالك أنت بابا؟ يا أبوك ولا مفكرني حياة أنا لما ما عندي قلبي خاف عليك بابا بيشرفك لا تعمل هيك فيني أنا ما نمتحمل ما نمتعود على هذا الحكي أنا خلص معت أبوك لا 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 تراجدت أهلك وبيتك ليش يا أبوك أنا رحم لك لأني ما رحت على البيت صالح وطلبت منه السماح وإيك شفت كيف الأبهات بيكونوا أنت خليك هيك عتركه دورها بابا خلص خلينا نروح على البيت مع بعض هلأ إذا رح تضل فيه تعال أصلا كنت حالي في يمين ما ترجع شو قلت؟ متل ما بتأمر رح أرجع البيت وضل معك هيك ها سمعت أولا شفت يا اسماعيل أنا قلتلك قلتلك أنه رح يرجع متل الكلب على بيتي أبلي أبلي ترجمة نانسي قنقر شوف جاهزة؟ إيدي ورجلي عم يرشف كتير حبيبتي بعد شوي ما عد يرشف ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة